سلام الله عليكم أغالياتي وأحبتي في الله إن شاء الله على فيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله رح نحضره مع بعض تحليات التغاميسو وحدة تحليات البنات بزف سهلة بزف اقتصادية مكوناتها غير مكلفة وتقدر يتحضرها في رمشة عين إذن لما نطول عليكم نروحوا مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة التحضير هنا نحتاج كمقادير عندي كاس إلا ربع من بودرة شانتيه كاس إلا ربع حليب يكون من مجمد عندي جبن طازج طبيعي عندي هنا 180 جرام وعندي البسكوي بودواغ ونحتاج أيضا القهوة ونحتاج كذلك شوكولاة تغطيني غوتيلا أولي إذن رح نبدأ معكم على بركة الله رح نجيبوا الريسيبيون ونحطوا فيه بودرة شانتيه ونضيف عليها الكيلة تاع الحليب اللي يكون من المجمد ورح نضربهم بالمدرب الكهربائي حتى تبدأ تطلع الكريمة وبعد ما تطلع ويتضعف حجمها وتولي كثيفة رح نجي هنا يا ونضيف لها الجبن الطازج كما قطلكم علبتين وكما لاحطوا خياتي مكوينتها جد اقتصادية للعلبة تاع الجبن تسوارب عالف وخمسمائة حتى جوزوز يعني حتتقامونا في تسع عالف وجي هاد الكريمة بزف بنينة يعني ضوق مختلف تشبه بزف لتيغاميسو على هادا قلت لكم تحليت تغاميسو وبعد ما ضربتهم حتى الجنسو رح نجي هنا يا ونعملها في كيس حلواني كما راكم تلاحظوهم بعد رح نفتح للابوشتاعي هكذا ونروحوا مباشرة للمونتاج كما شتو خياتي تحلية من أروع ما يكون حتحضرها على وقفة راح نجيب هنا طبسي ما نحتاجو نيمول نيوالو ونبدأ نغمس لبودواغ داعي في القهوة بالنسبة للقهوة هنا يا تحبوا تعملوا قهوة سريعة الدوابان تعملوا في كل كاس تعملوا مغرف كبيرة ونطلعوا قهوة في البرس عادي ونغمسهم هكذا وبسرعة نجيبوهم مش بزاف سينو راح يتفتوننا ونقطرهم مليح من هذيك القهوة ونستفهم بحض بعضهم هكذا هكذا بعد ما عملت طبقة أولى من اللي بيسكوي بود واغل الان راح نجيبو الكريمة ونعملوا طبقة أخرى من الكريمة بهذا الشكل كما أيضا تقدروا تعملوا تحليتاكم في المول وترفضوا الكريمة يعني غرب بسباطيول ولا بملعقة وتمشوها لكن أنا ما عملتش المول وعملت هذي طريقة باش يجيني شكلها راقي ومن بعد راح نجيب هنا يا إمبوشا دول واحد أخرى ورح نعمر فيها شوكولات تغتيني قوتيلا ورح نعملوا خطوط بهذا الطريقة ونزيد نعمل طبقة أخرى من اللي بودواغ بعد ما نغمسهم في القهوة وننقطرهم مليح هكذا ونزيد انستفهم نحاول نحط كل حبة فقطها إذا هكذا وهنا يا بالنسبة للطبقة الثانية اللي بودواغ ما تغمسوهمش كامل يعني غمسوهم جيهة واحدة برك وهاديك الجهة أحطوها من التحت هكذا باش ما تجينش للتحلية تعنا ولا تغمسو تعنا ما يجينش بزف فيها القهوة بزف ويجينم بعد مشمخ وبنفس الطريقة راح نزيد نعمل دي غوزاس بهديك الكريمة فوق لبودواغ داعي ونزيد أيضا خطوط من شوكولات هكذا البنات كي ما راكم تشوفوا يعني تحلية ولا أروع بزف سهلة وكي ما شتوا بزف اقتصادية ومن بعد راح ندخلها للثلاجة وعلى بلكم تحليات كل من تخليهم في الثلاجة مدة أطول كل من يجي ونامشو مخين وبنان الله الله وهنا يا بعد ما وجدت تحلية تعي وخليتها بردت هنا يا مدة ساعة حتى لساعة ونص في الثلاجة والتزيين الخياتي دائما يبقى اختياري تقدروا تقدموها هكذا كي ما راكم تشوفوا شكلها ايشاهي وصدقوني بزف بزف بنينة ووحد تضوقوا هديك الكريمة مع شوكولات يعني تحليات تغامسوا من أروع ما يكون على بالي إذا جربتوها رايح أتعجبكم وتعجب كامل العيلة على بالي في رمضان تحوسوا بزفعة تحليات اللي يكونوا سهلين وما يديوش معنا الوقت وهكذا نكونوا خلصنا التحلية تعنات على نهار اليوم اللي جات بنينة بنينة الوحدة الدرجة جربوها خياتي وابعتولي تطبيقاتكم وأرأكم أكيد على صفحة الفيسبوك أو على اليوتيوب شهوات جزائرية مبقى لغنقلكم صحة فتركم خياتي واستنوني في فيديو جديد دائما مع وصفة جديدة وفي نفس الموعد وعلى نفس القناة وفي أمان الله اشتركوا في القناة